ولكن قد تصل أوضاع أي ساحة من الساحات إلى الحد الذي يفرض حتميته، أي حتمية الإصلاح ويجعله الخيار الذي لا بديل له ولا محيص منه ولا يوقف عنه طوفان ولا نار ولا حديد ويجعله المنطق الأقوى واللغة العملية الأنسب بل القدر الذي لا تحول بينه وبين أن يكون كل المحاولات وكل الساحات قد تختلف فيها لغة الإعلام عن عطاءات الواقع وتحاول أن تعطلها إلا أن أي لغة إعلامية مكابرة لا بد أن تنهزم أمام لغة الواقع والضرورة الملحة ولا شيء بعد اليوم في كل مساحة في كل ساحاتنا العربية يمكن أن ينسف فكرة الإصلاح أو يعطلها أو يقاومها طويلة بعد أن أصبحت القضية في اللغة الواقع ضرورية وستجد الأصوات المنادية بغير ذلك ستجد نفسها شادة ومعزولة ومهزومة ومندحرة أمام صراحة الحاح الواقع ودفع الضرورة والإحساس العام المتوسع جداً في كل الساحة العربية والعالمية بحاجة الإصلاح وتسريعه والمسافة اليوم من قيادات كثيرة متعددة تنتشر في الساحة العربية والإسلامية وتحمل شعار الإسلام والانتصار إليه وعودته لقيادة الأمة وبين الإسلام مسافة شاسعة فهماً ورؤية وفقهاً واستيعاباً وهدفاً وتوجهاً وتقديراً للإنسان وانفتاحاً وعدلاً وإحساناً وتسامحاً ونأياً عن الضيق والعصبية الجائلية من قومية وجغرافية وغيرهما وتعالياً خلقياً ورفعة وتسامحاً قيادات تخطئ فهم الإسلام وتقيم من عصبيتها ودمويتها وعدوانيتها وإساءتها لعدل الإسلام وانفتاحه ورحمته وإحسانه نمادي عملية وشواهد زور على الأرض تسلبه قوته وصدقيته وجلاله وجماله ترجمة نانسي قنقر